ازيكم يا حبيبي عاملين ايه يا رب اكونوا خير عملت لكم النهار ده الفلفل الشتيتة بقى ده تحفة وبيبقى جميل اوي جنب الاكل ممكن نعمله جنب الماكارونة جنب البناه وبصراحة هو بيفتح النفس اوي جربوها هيعجبكم وما تنسوش اشتراك في قناتي عشان يوصلكم كل وصفاتي مقدير الشتيتة هنعمل النهار ده فلفل الشتيتة معي فلفل بص يا حبيبي انا مقطعة ده وير صغيرة كده انا مش جايبة من اللي هو الحامي قوي عشان ينفع للاكل ومعي طماطم مقطعة هنا قطعة صغيرة معي هنا معلقة طوم كبيرة وهنا بقدونس هحطه كده هرش ريزينة التوابل معي نص معلقة كوزبارة ناشفة ونص معلقة فلفل السودنائم وبرده زيها بابريكا ومعلقة كمون كبيرة على ملح وهنا معلقتين خال يلا بينا نرد جبت طاصة على البتجار وحطتها تسخن شوية واحط الزيت دلوقتي بسم الله بعد ما الزيت بتاعي سخن شوية هحط الطوب وهنشوحه انا مش هحمره لحد ما رحة الطوم بس تطلع خلاص رحة الطوم بتاعنا الجميلة طلعت لحبايجي هعمل ايه هعمل ايه هعمل حط الفلفل دلوقتي نسخن شوية ونسخن شوية ميت بال وبعدين ننزل عليب الخال بعد ما صوحت شوية هحط الخال وقلبه شوية كده ونطفت الطماطم على طول دلوقتي وضي الطماطم الله روايك جميلة جزا ماشاء الله هسيبها بقت السبت معا شوية وبعدين هحط التواب هنزل بالتواب واتسيبها برضو شوية خلاص كده الفلفل بتاعنا خلاص هسيبوه برض شوية وبعدين اغراف ده شكل الطبق الجميل بعد ما طلع جربوه بقى وقالوا لي اغراق اياكم